شخص متفائل بالنصر وشخص محبط بالهزيمة وقف أحدهما أمام الآخر واصفا حاله فقال ما لي أرى عينيك يملأها الأسى ما لي أرى عينيك يملأها الأسى وتطوف تيها في المدائن نورسا ما لي أرى شفتيك ترتجفان من خفقان قلب لا يفارقه الأسى فأجابه أو ما ترى ما حل في وطني وما حيل الصباح به كئيبا كالمساء أو ما ترى أشلاء أمتي التي بها طرز التاريخ حلا واكتسى انظر إلى أعلامهم هذا هنا وكذا هنا والكل بات منكسا أهم غثاء ذاك قول نبينا أم أنه ليل التخاذ لعسعسا عجلا له خورا تنصب قائدا والسارق الخوان أصبح حارسا والعالم النحرير بات منسقا والراقص الديوث صار مدرسا ومن ارتما بدمائه متجندلا ومن ارتما بدمائه متجندلا وأبى غبار الظلم أن يتنفسا ذاك الذي سموه محطة هور لكن من يشري بلاده فارس بلدي بلدي أردتك حرة تأبي الخنى بلدي أردتك حرة تأبي الخنى لكن غيري قد أرادك مومسا هم شرعوا أبواب مخدعك الذي معتاد يوما أن يكون مدنسا وأباح جسمك للذين تشدقوا بتحرر وأباح جسمك للذين تشدقوا بتحرر فحذار أن يتنجسا فأجابه هوى عليك فأجابه هوى عليك هوى عليك فتلك بعض بشائر فالصبح إن جن الظلام تنفسا وأصخ إلى صوت الرجال تقدموا وأصخ إلى صوت الرجال تقدموا وبساحة للعز باعوا الأنفسا الله أكبر الله أكبر أنبتت بقلوبهم الله أكبر أنبتت بقلوبهم فتنافسوا في الله طاب تنافسا الله أكبر سوف تكسر حاجزا للصمت من أجل التخاذ لكرسا والحق منتصر ورغم أنوفهم مهما سعى الطغيان أن يتترسا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة